يا مولانا أنا عايز أسألك بمنطهر الوضوح الحالات اللي انت شفتها الناس المنتحرين دول موقف الشرع ايه من المنتحرين اللي انتحروا لهذه الأسباب عشان هناك من يقول ان هؤلاء المنتحرين مثلا يعني ماتوا يعني على الكفر على الكفر اه هتا صراحة كده صراحة يعني اه بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد اه قبل البرنامج جاي بكلم المعدين احنا هنتكلم عنه يا جماعة النهاردة فقالوا عن الانتحار قال لي يا مولانا حكم الانتحار اه مش المنتحر ده كافر برضو قلت له ما احنا لحد امتى هنيجي على المجني ونسيب الجاني تواخد بالك يا واحد ذهب رجل الى الامام الغزالي شيخ محمد الغزالي قال له ما حكم تارك الصلاة يا مولانا قال حكم تارك الصلاة ان تأخذه معك الى المسجد صح ده حكم تارك الصلاة انك تاخد معك الجامعة لم يقل احد من الفقهاء الاربعة يا دكتور عمرو يمكن دي صدمة للبعض يعني لم يقل احد من الفقهاء الاربعة ان المنتحر كافر ايه رأيك بقى اه هو الانتحار ذنب كبير واوعوا يا شبابنا اوعوا يا رجالة اوعوا يا نساء اوعوا يا ايها المجتمع لا تقنطوا من روح الله اوعوا الانتحار بل وسودة مصيبة كبيرة الانتحار والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وقال اللي شرب سم هيخش جهنم هو بيشربه واللي رمى نفسه من فوق هيخش جهنم هو بيرمي نفسه من فوق واللي قتل نفسه بحديدة هيخش جهنم هو بيقيت نفسه بحديدة دي قوانين ردع دي نصوص ردع اوعوا تعملوا كده ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما